على اعتاب فصل الصيف تظهر المؤشرات ان حرارة الغضب الشعبي عام 2018 ستعود بدرجات اشد في مدينة البصرة هذا العام مصادر محلية كشفت ان اعضاء مجلس محافظة البصرة ونواب المدينة ابلغوا الحكومة بان سيناريو صيف عام 2018 على وشك التكرار هذا العام وقد يكون اشد واقسى ووفقا للمصادر فان مجلس المحافظة ابلغ الحكومة بوجود حراك حقيقي وتنسيق بين الناشطين للانطلاق بتظاهرات صيفية للاسباب ذاتها التي انفجر من اجلها الغضب الشعبي العام الماضي اذ انه بالرغم من تظاهر اهالي البصرة لاكثر من خمسة اشهر قتل واصيب فيها العشرات على يد القوات الحكومية والميليشيات بالرغم من ذلك كله لم تقم الحكومة باصلاحات حقيقية فما تحقق في المدينة لا يتعدى 30% من مطالبها وحاجاتها وتحديدا في ملف التيار الكهربائي اذ ان ساعات الانقطاع طويلة مقارنة مع الساعات التي تتوفر فيها الخدمة كما ان احياء كثيرة في البصرة وتحديدا مناطق جنوب المحافظة لا تزال تعاني من جفاف كبير بمستوى المياه الصالحة للشرب والمستخدمة للري والزراعة يوازل حراك الشعبي المرتقب حراك سياسي من اجل التصويت على اقالة محافظ البصرة اسعد العيداني على اعتبار انه يسيطر على منصبين الاول هو المحافظ والثاني انه عضو في مجلس النواب علما ان الغالبية المطلقة من الكتل السياسية لا تريد تغيير المحافظ كما ان عملية اقالته تحتاج الى اغلبية مطلقة تجاذبات سياسية في المحافظة المنكوبة وتظاهرات على شفير الانفجار يتوقع مراقبون ان يكون صداها اقوى ما يجعلها تتعرض لرد اشد دموية من القوات الحكومية والميليشيات المسلحة